السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو الشريان الأبهر؟ بداية هو أحد الشرايين المتصلة مع عضلة القلب وبالتحديد مع المنطقة الأمامية للبطين الأيصر بالقرب من الجهة اليسرى للشريان الرئوي ويعرف الشريان الأبهر بكونه الأكبر من بين الشرايين الأخرى الممتدة في مختلف مناطق الجسم وتقوم وظيفته على توزيع الدماء المؤكسدة من القلب إلى مختلف مناطق الجسم وذلك بهدف إكمال الدورة الدموية الكبرى التي تسير ابتداء من البطين الأيصر عابرة مختلف مناطق الجسم وصولا في النهاية إلى الأذين الأيمن أتمنى لكم دوام الصحة والعافية